السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه بمناسبة رمضان كل سنواتو طيبين الاول فانا جايبا لكم بقى اجهزة وادوات وحية اللي هتوفر عليكم الوقت والجهد في رمضان فخليكم معاين اول حاجة معانا اللي هو الديسبنسر الدوار اللي انتو شايفينه ده حلوة قوي هو سلاسي يعني بياخد تلات انواع عصير وخصوصا بقى في العزومات انتو عارفين رمضان بقى بيبقى في عزومات وبيبقى فيه بقى حاجات كده فهو عملي هياخد تلات انواع من العصير وكمان زي ما انتو شايفين كده كل يعني كل خانة ممكن تحط فيها عصير ولها حنفية خاصة بيها وهو دوار كده وشكله امور وشكله شيك وشكله حلوة قوي وعلى فكرة ينفع برضو الجباه دي في عين الام فشكله جامل يعني الله ايه كمان ده بوصي بتتشال وفيه حاجات دول بتتركب برا اه بتتركب تحت هنه بوصي بيتركب كله وهنا بيكون تقفل بوصي نحط بقى تلات عصير ورس اهي اهو ده بيشال وده بيشال هلوهم اهو نركبهم بقى تاني نركبهم تاني نركبهم تاني بوظتهم قبل ما نستخدمهم هاي تاراتي انا اركبهم امان بص دي على دي اه زبطها كده اه المياه ثلاث عصاير بسحنا هنعمل فراولة وبرتقان بسحروم هنعمل ثلاث عصاير وثنين وطمر زي ما انتم شفتوا كده في منه اشكال وانواع كتير والوان برضو كتير قوي يعني ايه اللي يعجبكو بقى انتم تروحوا محل الادوات المنزلية هتلاقوا الحاجات دي متوفرة متوفرة في كل حتة يعني مش حد ما عندوش الحاجات دي اي محل الادوات المنزلية بيبقى موجود فيها تاني حاجة معينا اللي هي عصرت البرتقان مش لازم برتقان يعني ممكن تعصر اي حاجة تفاح برتقان اي فاكهة بتعصرها بس هي بتشحن هي مش شغالة من غير الكهرباء بس هي فيها شحن بس برضو بتوفر عليك الوقت والمجهود اه وخصوصا كمان بقى احنا بنقعد نعصر وبنعمل عصير كتير في رمضان فدي هتوفر عليكو الوقت والجهود دي بقى للقطايف حلو اوي وللفطاير للبيتسل اي حاجة جايبلكو يا جماعة في فيديو النهاردة احداث منظمات للتلاجة يعني فيديو جامد زي ما انتم شايفين كده اول حاجة معينا منظم للبيض وام حاجة ان هو بياخد اكتر من 30 بيضة اللي عارف يعدو يكتب لي في الكومنت المنظمات دي حلوة اوي بتحفز على كل حاجة طازة الخضار والفاكه وكل حاجة بتحفز عليها طازة وكمان ما بتلقوتش ايرحم التلاجة بتبقى رحيتها زي ما هي جميلة وحلوة وكمان معنا زي دي زبنصر ده وينفع كمان في رمضان كل سنة ومتوا طيبين وبخير وبسعادة زي ما انتم شايفين كده بتخلي التلاجة شكلها حلو وكل حاجة كده في مكانها مرشوزة بطريقة حلوة مش بترقى عشوائية لو حتكتب التلاجة اي حاجة بتلاقاها بسهولة وزي ما انا قلتلكم بتفضل طازة وشكلها وراحتها ما بتتغيرش وتبقى حلوة وشكل التلاجة امور اوي كل سنة ومتوا طيبين وبخير متنسوش وحطيلي لايك واشتراك عشان نوصل معكم فيديو النهاردة جايبا لكم ادوات منزلية جامدة وكمان معنا حال وافكار حلوة اوي فخليكم معي اول حاجة معنا المنظم ده زي ما انتم شايفين كده حلوة اوي وبيوفر الوقت والجهد ممكن نحط فيه الزيت والخل والسوية السوس وكمان فيه خنات تحت بنحط فيها البهارات فنحطه كده قريب من المتجاز فهينفعنا اوي وهيوفر علينا وقت تاني حاجة معينا اللي هو الكافر ده بتاع الشوز حلو برضو خصوصا لو عندنا حفلة او جاي لنا ضيوف فممكن بدل ما يقلعوا الشوز بتاعتهم ونتحرج ان احنا نقولهم مقلعوا الشوز فنستخدمه حلوة اوي ثالث حاجة معينا اللي هي التوينز ده الجروف والمكنسة وبتخش تحت اي حاجة وبتجيب لك الاماكن الديقة فحلوة اوي اللي وصل معي لحد هنا ما ينساش يصلي على النبي في الكومنت وحطيلي لايك وكمان الناس اللي مش مشترك بالقناة يريد تشترك عشان نوصل كلنا مع بعض الالف دي حاجة جميلة اوي وخصوصا لما تيجوا تستخدموا اللي هي الاوراق الاستريتش دي بتقعد تعمل على بعض فالجهاز ده حلوة اوي ودي الكافرات دي بتاعت التلفزيون جميلة حتى لو جاء عليها مية او جاء عليها اي حاجة ما بتشربش المية بيعتبر عازل للمية والاتريبة وبتحافظ على الشاشة المكنسة دي حلوة اوي وبتنفع للبلاط او البركي او اي حاجة موجود عندك السيراميك واحلى حاجة فيها بقى ان هي بتدخل تحت اي حاجة زي ما انتو شايفين كده لانها رفيعة بتجيبلك الاوساخ والاتريبة اللي انت متقدرش توصل لها وكمان تخزينها سهل جدا زي ما انتو شفتو كده دي برضو حلوة اوي بتلم اي حاجة كده من الارض وكمان بنضب بها الشبابيك او اي حاجة اوساخ مش قادرين نوصل لها فحلوة اويان الاداة دي برضو جميلة بتقطع البيض او الفواكه زي ما انتو شرايح كده بتقطعها بسرعة بدل ما نقعد نقطعها بادينا كده ممكن نبادلها دي بتطلع لك الفاكهة او الحاجات شكل حلو يعني دي عملية جدا وبقت متوفرة على فكرة الحاجات دي زي ما قلتلكم في المحلات الادوات المنزلي واسعارها بقت في متناول الجميع يعني اسعارها كويسة يعني اسعارها حلو دي بقى بتاعة البسلة بتفرط لك البسلة بقى في ثانية كده زي ما انتو شفتو اللي جربها يكتب لي في الكومنت انا بصراحة لسه ما جربتهوش انا عايزة جيبها اجربها لاني بقى دلوقتي فترة تخزين البسلة فانا ايه عايزة خزينها فيعني هي شكلها عملي شكلها حلو يعني ان انت تحط قرن البسلة يطلع لك من ناحية تانية بسلة فحاجة حلوة قوي وحاجة جميلة ما تنسوش زي ما قلتلكو تحطولي لايك وكومنت امور زيكو كده يلا كلنا نسال على النبي في الكومنت علشان ناخد حسنات وكمان ما تنسوش تحطولي اشتراك عشان نوصل كلنا مع بعض الالف زي ما انشفتو كده دي كانت اخر حاجة معانا اللي هي بتاعة البسلة كل سنة متوطيبين وبخير وبسلام رمضان مبارك ويا رب كل واحد يحقق الامنية اللي هو بيتمناها وربنا يسترع علينا جميعا ويفرحنا كده ان شاء الله بالعيد اشتركوا في القناة